السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في خناتكم الجميلة أو معتز الإلكترونيات على اليوتيوب بالنسبة للتفرج عليه الأول مرة ما ينساش اللايك والشرك في الخناة وأهم حاجة يفعل الجرس على الكل عشان يوصلكم إن كل جديد كل ما يخص الإلكترونيات من شلحات وأعطال وكل ما يخص الترددات الفضائية على جماعة الأخمار وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقناوات المعقلة له بإذن الله اللي هيتابعني هستفاد من الحلقات اللي نبقى الدمانكم أول بأول تعالوا بنا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عنها التردد الجديد وحصر الزهرة على النايل سات لقناة اسمها التراس واحدة من أجمل القنوات في علام الفن وقناة متنوعه وروعة جدا وإضافة جميلة مميزة جدا لقناوات النايل سات لو القائمة اللي عندها خلاف اللي أنا بشرح حلقة بسهولة جدا هتدخل على الشرحات الموجودة داخل قناتي وهتلاقي فيها طريقة إضافة القنوات أو الترددات على جميع الأجهزة وجميع الرسافرات وجميع شاشات العرض اللي بتحتاجها على الرسافر داخلي أما بالنسبة لكتر من سين في المية من الأجهزة الموجودة هنضغط من الرموت على الزرار المينيو ونقف على قائمة وقفها كلمة تركيب بقف على قائمة التركيب بضغط عليها بزرار أوكي هيزهر لقائمة تانية وقفها قائمة الترددات بنزل عليها وضغط أوكي وبالنسبة للقائمة الإنجليش هضغط من الرموت على الزرار المينيو وقف على كلمة إنسليشن وضغط أوكي هيزهر معا قائمة تانية وقفها كلمة ترانزبوردالليست بنزل عليها وضغط أوكي امجرد ما بаждغط علي قيمة الترددات بكثيرها ملاحظ ان ازهر معي قيمة الترددات اللي قدام حضراتكو كل اللي اعمله هاضغط من الريمود على الزرار الأحمر واكتب التردد وطع worked واتأكد ان الاشراء موجودة علي التردد hiss كل اللي اعمله بعد ذلك هاضغط من رامود الله على الزرار الازرق واضغط tongues وعشان يظهر لي قيمة جميلة مكتובة او كلمة اسكن او البحث في الاعلى الخيمة مجرد ما بضغط علي القيمة بكثيرها الجهازة يبحث التردد بتاعي ويظهر لي رسالة هل تريد الحفظ بتأكد ان انا وقف على كلمة ايس او نعم وضعت وكم من الرموت وبالتالي الجهازة يحفظ التردد ويظهر لي القناة الجديدة اللي انا بملها لحضراتكم في كل فيديو او في كل شرح القناة اللي معنا في حلقة النهاردة قناة التراث ظهرت على النهار ساد بتراخ شهر مايو او بتراخ شهر خمسة العامة 22 قناة التراث موجودة على تردد 11488 معدل الترميز 27500 والخطبية ايتش او هرزين تلقى افقي التردد اشارته عليها وسهل جدا استقباله باطباق تبدأ من 60 او 70 سنتين وبيعمل على كل رسافرات وكل الشاشات العرض اللي بتحتوي الرسافر داخلي قناة التراث اضافة جميلة وممائزة لقناوات النهار ساد وقنامة نوعه روع جدا وبنصع الكل ينزلها على جهازه وبهديها لكل مشاركين وامتابعين قناة اللي بتابعوا معي الترددات الجديدة والحصرية اول باول ولو عجبك الفيديو حابب تتابع معي كل الترددات الجديدة والحصرية اضغط لايك واشترك في الخناة واهم حاجة تفعل الجرس عشان وصل لك كل جديد بكده حلقة النهاردة خلصت واشوفكم على خير في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة